أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة النهاردة من أرض السح والجمال من أسوان وخصوصا من القرية النوبية قرية غرب سهيل فندق أناكاتو هنشوف فقراتنا هيكون معينا الشيف دالي هتعمل لنا أكلات حلوة وهيكون معينا مدير فندق أناكاتو هيكون معينا كمان رأس نوبي ويكون معينا شوحنة يكون معينا فقرات حلوة كتير أو يكون اللي عايز يجي أسوان ويشوف ايه المعالم الحلوة اللي فيها تنتظروا حلقتنا وتابعونا أشوفكم بعد الفاصل أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة حلقة النهاردة من أجمل بقاع الأرض النهاردة احنا من الأرض السح والجمال من أسوان من فندق أناكاتو ورجعنا لكم بعد الفاصل هيكون معينا مدير فندق أناكاتو مستر إبراهيم برحب بيك احنا بحبتك شرفتنا النهاردة احنا في مكان صراحة حلو جدا جدا البيو بتاعه وأكتر منه رائع كلمنا عن أناكاتو أناكاتو هي كلمة نوبية عايزين في البداية نعرف معناها وكلمنا عن المكان هنا أناكاتو طبعا الاسم بتوعني باللغة النوبية بيتنا فالمسمى منطبق على حالة من الضيافة هنا وكينا حضرتك في البيت أناكاتو يعني في العصر الحديث أو المعاصر حتى كن أول فندق اتعامل فيه المصرية أناكاتو الفكرة طبعا جات بعد تقول السياحة البيئية ومن قبلها طبعا بس بعد دخول السياحة البيئية أو تطبيق البرنامج ده بعد ما حصل في مصر بعد الثاني واربعة كان معنا صديق اسم الدكتور خالد والدي أبو المعاطي هو قاهري بورسعيد الأصل فصديقه كان في الزيارة للقرية قبل ما السياحة تدخلوا كده فعجبوا البلد خالص فارتبط بينا جامد زي ما احنا بنقول كده مصته أهل النيل أو ناس النهر فعاش معنا هنا ارتبط بينا جامد وبعد ما البرنامج اتطبق كان أول واحد بيساند أن يعمل فكرة الفنادق البيئية هنا مع أهالي القرية واكتهت كتير جدا علشان يساعدنا إن احنا نقدر نوصل لحالة أفضل كمنطقة سياحية وكذلك اكتهت كتير جدا لأنه أغلب الفنادق اللي هنا هو اللي ساهم في جنائها كرجل أعمال يعني وهو يمكن مش موجود بصفة رجل أعمال أكتر ما هو حد محب لحاجات كتيرة جدا وعظيمة جدا في شخصي الفندق هنا معمول بالنظام البيت يعني هو البيوت هنا أصلا دي كانت بيوت وتحولت لفنادق بزبط كلمنا عن تكوينها كلمنا أنه كمان أنا يعرفت معلومة أن هنا مفيش تلفزيونات بزبط أن فعلا أنت لو عايز محتاج تفصل من كل حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا وكل حاجة ليها محتاج فعلا ترجع للبيئة الطبيعية بصفقها بالجو الحيو زي بزبط رحلات السفاري ممكن تجي هنا بزبط منطقة الشلال هنا أو فرست كترات زي بيتلقوا عليه في أسوانها منطقة مميزة جدا جغرافيا كمان مميزة الجزء أفريقي أصلي قوي دور مصر ومنطقة بيئية دكر إيكو خالص في كل حاجة ومع دخول السياحة كان الطبيعة طبعا كسياحة بيئية مفهوم السياحة البيئية على طول مرتبط بالصحة مرتبط بالطاقة بالإنجري بالحاجات الجميلة دي اللي كلها نقدر نقول عليها حاجات صحية السياحة البيئية مرتبطة بالصحة ولذلك تكاد تكون في مصر موجودة في المناطق الخاصة جدا زي دهب زي اللقص الغرب زي مرسع على موادي الجمال وهذه العلبة لحاجات الخاصة دي ودحارة مصر طبعا لسه كمان فيه خير كتير هناك فندق هنا بيتكون من ايه؟ الفندق هنا بيتكون من نفس عناصر الفندق يعني هي نفس عناصر الفندق موجودة حاجة مطبقة للواقع من ازال بنشوفها في صفحات الفيسبوك مجرد سور فيك او فيها ايدت لا دي من قلب الواقع يعني بالضبط بالضبط الفكرة نجاحة كبرنامج طبعا بتتطبق في مصر الاول مرة او في سنة 2004 اه ومصر فيها فيها خيرات كتيرة جدا وفيها مكة مميزة كتيرة ودي اضافة على السياحة السقرفية والسياحة الترفيهية والسياحة البيئية انا اعتقد انها كمان زودت ليالي اسوان اللي هي تكاد تكون ملعدمة الا من الليلة واحدة وكده يعني اه وانا شايف انه له مستقبل مستقبل كبير جدا يعني مع ناس بتساهم بفكرها معانا بتساهم بملها معانا زي الدكتور خالد رجل مشكورا يعني اه اسعار الفندق هنا ايه؟ طبعا احنا هنا زي يعني في نفس مستوى الكلاس كمانا احنا زي بينا نفس زي بينا اول دي كاترات بطبيعة الحال الخدمة اللي بتتقدم هنا كوسته عالي جدا فالاسعار بطبيعة الحال عليه شوط صحنا هنا الاكل كله بيتي بيبقى معبول زي اكل بيت بالزبط زي ما قلتوكو هنا الموضوع كله هنا صحي اه حتى بنظام بتاع الغرف نفسها والاضاءة بتاعتها معمولة عشان تتعامد الشمس فيها طبعا اه مكان هنا فعلا يعني دي نصيحة بنحاول ننصح بيها كل شخص انه لو عايز يفصل من كل التكنولوجيا تكنولوجيا فكرة جماعة برضو بيبقى فيها مخاطر جمدة جدا كتر استخدام الفون وكتر طبعا انا اول حد محتاج نصح نفسي بالموضوع ده بس حقيقة فعلا لازم نقلل استخدامنا التكنولوجيا احنا فيه امراض بقت بتسمى باسم الرسالة يعني انت دلواتي لما بتيجي تمسك الفون بتاعك اه مفروض ان وضع الرقبة بيكون مستقيم بالشكل المستقيم ده بيكون وزن الرأس اتناشر كيلو فلما حضرتك بتيجي توطي عشان تبص على الرسالة ممكن وزن الرأس يوصل لحد 25 كيلو فطبعا ده بيعمل حمل على الديسك بتاع الرقبة وبيعمل حمل على الفقرات بتاع العمود الفقري فده بيسبب مرض ده كترة العظام سموه تيكست ديسك يعني تيكست نيك يعني رقبة الرسائل ده بتيجي من كتر استخدامنا للموبايل او التاب او الفون فده بيسبب طبعا قلم لكن احنا لما وطبعا الفون لما بيجي نستخدمه او اللاب او تي بي كتر وتعرضنا للاجهزة دي بيسبب طبعا كهرباء على المخ وبيسبب مشاكل في العين فاحنا بنقول انه احنا محتاجين فترة نفصل فيها من كل الحاجات دي ونيجي نشوف الطبيعة بشكل اجمل زي ما انتو هنا بتوضحوا لنا والفيول لورانا والطبيعة كمان فيها علاجها والعلاج ده مرتبط برضو بالعلاج البيئي اللي كان موجود عندنا احنا حتى من جداتنا وبدودنا هنا في الميجة هنا عندنا دفن الرمل ومشهور بيه طبعا قصة اخاخان مخبرة اخاخان اللي هنا في اسوار عندنا بالمنطقة بتاعتنا وادي بربر الرمال اللي هنا رمال شافية من امراض الروماتيز بكل التجديد تعمله سنوركينج سنوركينج طبعا وعندنا اه كمان في المسك الطين طين طني الطبيعي طبعا ده احسن حاجة طنكوية البشرة حمام المغربي ده امقى من الحمام المغربي التصامي الطبيعي المصري اصول بالضبط 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 اللي بتاع نهر النيل البيور اللي طبعا مش مناوسة خالص ايه الانشطة اللي الفندق هنا بيقدمها الانشطة مختلفة كتير جدا بالنسبة الفندق يعني غير التور اللي معروف بالنسبة لنهر النيل وهنا انت حضرتك هنا في منطقة المحنية الطبيعية كلها محنية طبيعية هنا طبعا هجرة البيور بتبدأ من اول سيزن الشتاء لنهايتها لحد خمسة مثلا فده اللي محب تصوير كل دول بيكونوا موجودين هم الريدي بيكونوا موجودين عندنا كمان اللي هم مصورين الطيور عندنا الانشطة الصحية اللي بقول لحضرتك علينا احنا بمستخدم الرمض فعليه الزبان اللي بيكونوا موجودين عندنا ايو مسك التين برضو علاجة على فكرة لانه بيعمل يعني بيعمل فايدة مهمة جدا للجسد نتيجة ان الطامي من الجسد وحاجات كده بتحصل نوع من اقتصال ايو حتى الاواني بتاعة الطعام هنا من الفخار والقلة قلة دي على فكرة اكتر حاجة صحية ممكن ان احنا بناشرق فيها لانها ما بتتفاعلش مع المية كمان بتتنقل الاملاح اللي بتكون موجودة في المية بالضبط طيب ايه تانية انشطة هنا الفندو بتعملها غير السنوكين وغير الجمال طبعا احنا هنشوف معنا ريبورت صغير برضو بالجمال عنديها رحلات صحرة برضو رحلات صحراوية هم في بقى الرحلات اللي هي المتحف طبعا دي كلها رحلات دي الرحلات التقليدية يعني دي اطنون هنا ممكن نشوف نتكلم عن اضافة اللي اناكاتو بيقدمها اللي اناكاتو بتقدمها او غرب سيل كسياحة بتقدمها او الانشطة اللي موجودة عندنا استفادتنا من الاماكن بتاعتنا وازاي نخليها اكتفت الزبايا الموجودين عندنا انما التقليد طبعا معروف ان احنا بنقدم برضو لمتحف النيل بها ومتحف النيل اللي هي اللي بجمع كل دول حوضي النيل متحف اسوان كمان اللي في الافانتين اللي في جزيرة اسوان دي غير المعابدة المفتوحة طبعا غير كمان السامبوزيوم هذا المتحف الجميل وازاي كمان بتاعكم هنا في الفندق ازاي النوبي الاصيل وهنشوف كمان حفلة هنا بيقدمها الفندق هنشوفها كمان شوية طبعا انا بسطل حضرتك على اللقاء الجميل ده والمعلمات القليلة اللي احنا استفديها دي وبنقول لأي حد حابب يتواصل مع فندق اناكاتو هننزل لكم بالعنوان وهنزل لكم بارقام الفون وصفحة الفيسبوك والاميل الخاص بالفندق اي حد حابب يتواصل او يستفسر عن اي معلومة يكون عندكم موسائل التواصل هنخرج هنشوف الشيف دالي هتعملين ايه من قلب جزيرة اناكاتو المطعم المفتوح هم هيوفروننا بنشكرهم طبعا جدا جدا هنوفروننا اللوكيشن بتاع التصوير في البيوت الجميل ده وبعد كده هنرجع نستكمل باية فقراتنا هشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة المطبخ هيكون فيها معانا الشيف داليا عادل وهيكون معانا الشيف صابر فوزي رئيس قسم الاغذية والمشروبات بفندق اناكاتو واللي هيعملوننا النهاردة تشيكم بيكاتا على طريقة ميلانو استنونا هنعمل بقى النهاردة صدور الفراخ بطريقة حلوة جدا طريقة ايطالية كده جميلة وهنعمل مكارونا بصوص برضو حلوة قوي اول حاجة هنعملها هناخد البنية في بولة كده هنتبله بقى بالبصل طبعا ميلانو ديه مدينة ايطالية هي الاسبكيتي ميلانو سوس او ميلانو سوس ده يعني مشهورة بيه ايطاليا وتحديدا ميلانو في ايطاليا مشهورة هونت عارفين ايطاليا بتحب البسطة فاي حاجة لازم يكون معها البسطة طبعا هنعملين بطريقة بسانية بسانية الطريقة بساسة لأن هم مشهورين بها وبعدين مليم سفايسي في ايطاليا دايما الاريجانوبيئة موجود معاهم والطواب الاطالية الملح بقى. ده دقيق. اه. احنا كده خلوس تبلناها اه. بعد ما نتبلها بقى ونسيبها حوالي ساعة كده في التلاجة مسلا في البيت بقى برحيتكو احنا كده عشان مستعجلين فهنشتغل على طول. حطينا كده تبلناها بملح وفلفل اي توابل بنحبها ممكن نحطها عادي. وبصل وعصير لمون بس كده. وفي التجديلة اللي هي بتدي السبايسي قوي او بتدي الخيحة بنكة اللي هي الريجانو او اللي حاني البازيلة الاوضات ممكن نستخدمها اه بنحطها. طبعا هي دلوقتي حطت اه بيضا. وحوالي يمع. وبعد يبن نضيف عليها اللبن. اللبن دوت يعني اه. حسب الرغبة بقى. حسب الرغبة بس ده ينفع التسل اللي عمي التسل زال انت حطت بصوا هو المفروض بقى في البيت. التدبيلة دي يعني نعملها اللي بقى بايدنا بس عشان احنا بقى في التصوير كده. عشان تعرفوا انتو بقى السمك براحة تكون. احنا بقى السمك براحة تكون متجانس ومتماسك بالطريقة دية. عشان انا اقدر لما اطلع الفراخة وحطها في الزيت. تبقى عملة تتكور من الدقيق والبيت. ما يفصلش عن البنية. هنجيب طبعا تصو كده فيها شوية زيت. ونحطها على نار متوسطة كده علشان البنية يستوي. والكفر بياخدش لون بسرعة. بس الزيت يسخن بس شوية وننزل بيه. وطبعا الزيت ننصح ان ما يكونش سوخن اوي. لان لو سوخن اوي. الالقليد ده بسرعة جدا والبنية مش هستوي حالو. بصوا كده الزيت خلاص هو سخن خد الدرجة الحرارة اللي احنا عايزينها. ننزل بقى كده بالبنية اهو. بصوا حنحطينا بقدونس مفرون كده عليها دي حسب الرغبة. حابين تدفيوها يعني حطوها مش حابين خلاص براحة القيعة. زي ما قلتلكم كده بقى هنطبع على النار هادية. اه يعني موت وسيطة كده ولا هادية اوي ولا عالية جدا. لحد ما تستوي بس عشان تبقى مستوية من جوة وتاخد اللون الحلوة من برا. بصوا بس خلي بالكو بس ما تتقلبوهاش كتير عشان الكفر ده ما يفقش من عليها. اه ونسيبها بقى لحد ما تاخد اللون من تحت ونقلبها. بصوا كده خلاص انا اطلاها بقى دلوقتي اه معلش هي بص عشان نمر هيدا هادية شوية عشان الهوة طبعا تشافين الهوة عامل ازاي. فمش مساعدنا يعني هنطلع بعد الوقتي كده. طبق. بعد ما عملنا بقى السودور للفراخ هنعمل دلوقتي السوس بتاع الماكرونة حطينا حوالي معلقة زيت كده هننزل معيها بحوالي مكعب زبدة. طبعا عندي اختياري اللي مش حابب يضيفها يستخدم زيت بس يعني. بصوا دلوقتي خلاص بعد ما الزيت والزيت ده سيخنوا كده هننزل بقى بالبصل. حوالي بصلايا صغيرة كده مفرومة. وعليها كده يعني بحوالي فصنتهم مفرومين. وعليهم بقى فلفل الوان. على فكرة الاكلة دي هتبقى شلوة جدا للاطفال يشبوها قوي لانهم بيشبوا الالوان وطبعا بيشبوا مكارونة جدا. والفلفل الالوان ده كمان فيه كيمة غزائعة يعني. نقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما يعني خمس دقيق كده بس. كمان فيها الوان بيشدوا او الاطفال. وفي نفس الوقت مفيدة جدا. اه فالحاجات دي طبعا بيتسببها شفية على النهار. بتتبل بس حاجات بسيطة. وبعدين احنا عندنا هنا الاساس هايطالي يهمي. الزتون اغضر والزتون بسود. لو خيل او مثلا شايفين انا متضبش مش اساسي ولكن بتعمل تستعلي جدا يعني. بتديه فطعم حلو اوي. والاطفال برضو بيحبوا الزتون والحاجات اللي هي بتاعت البيت زا دي. شفية هنقدر نحط الزتون دي. اه. هنسي ما بقى دلوقتي على نار يعني متوسطة برضو كده لحد ما يعني كل الحاجات دي تتبل كده حاجات بسيطة وننزل عليها بقى بعصير تماطر مضربة في الخلط. حط بقى شوية اه ملح كده وفلفل. اه اه. طبعا برضو لو احنا عايزين زا هو اللي انا ممكن نحط على بقدونس مفوون. هنحط بقدونس على الوش يعني. اه. هنحط على الوش. اه طبعا يحتاجه لك. كده ممكن نحط خلاص الطماطم. حركة ليه طعم. مضمن من كل حاجة. والطماطم برضو متكونش مضربة قوي في الخلط تكون ضربة واحدة بس كده بسيطة علشان ما تكونش نعمة قوي يعني عشان تدينا طعم لصوص المزبوط. كده خلاص بقى هي جاهزة خلاص ننزل بقى بالطماطم. طبعا احنا قصدين ان هي المحروف اصلا اه بتتعمل اه الطماطم اللي بتتحط عليها طماطم اسمها طماطم كون كسيدة. الكون كسيدة طبعا في البيت اللي يبقى صعب عميلة او تجهيدة. فاحنا بنبدأها. الحاجات السهلة يعني سريعة. اه. اللي هي ان انت لما تيجي تضربي الطماطم في الخلاص. ما فيش داعي ان انت تضربيها لانها عصير طماطم. لا هي المفوضة عشان تحس بالتسلو. طعا تضربي الطماطم نص دربة يعني اضوبك لفه ونص مش اكتر عشان تطلع بالطريقة دي. طبعا بالطريقة دي. مش لازم نمشي على الوصة وبحزافرها يعني احنا بناخدها ونحرفة احنا بقى براحت. احنا كده احنا عملناها بالزبط كأنها فيها كون كسيد. يعني بس مش لازم يعني لو احنا بقى في حاجة مش حبينها ممكن نشيلها في حاجة بنحبها نضيفها. مش شرط نمش عليها بالمزبوط يعني ووفيها حاجات ما بنحباش. حنسيبها بقى كده. بس كده خلاص. هي تقلت شوية كده وتسبكت. ناخد بقى الاول قبل ما نحط المكارونة المسلوقة. ناخد كده شوية ننزل على على صدور الفراخ اللي عندنا اهي. بس كده. ننزل بقى بالمكارونة المسلوقة. الليبها طبعا كده مع الصورف. شكلها على فكرة تحفى. وريحة طلع كمان جميلة جدا. هنسيبها بس كده تاخد من طعن السوس بس يعني حوالي دية كده على النار. بعد كده نغرفها على طول. خلاص بقى كده نغرفها. اشتركوا في القناة. لا تفهد. اشتركوا في القناة. أهم حاجة والله العظيمة لو هنعمل أكلة بسيطة جداً وقدمناها بشكل حلو بتبقى حلوة جداً وتفتح نفس الأطفال وتفتح نفس الديوف كمان لأن العين بتاكل قبل البقء كمان يعني لازم نزبط شكل الطبق ونهتم بالموضوع عصير فرش كده عصير لمب النعناع طحفة وسهل جداً وبسيط هنحتاج لمون هنحتاج سكر هنحتاج أي بقى نوع مشروبات الغازية دي اللي هي الفتحة أو ممكن نستخدم الصودة العادية بس كده وهنحتاج مية وبس كده نضربة في الخلاط نحط كده مية نحط اللمون وانحط النعناع نحطه كده بال وانحط سكر وانحط نضربة بقى دلوقتي بس كده بصوا فيه نعناع كده بنجيبه من السوبر ماركت ممكن نضيفه اللي هو المعلب اللي بيبقى سائل ده ممكن نضيفه عليه ده اللي بيديله اللي هنه الأخدر بتاع القفهات يعني لو لو انتو حابين بقى تعمله ديكوريشن بقى ديكوريشن والحاجات اللي هي بتاع القفهات دي هنجيبه نحط كده حوالي ممكن معلقتين كده عليه بس وخلاص هنصفيه بعد دلوقتي طبعا بقى مع كم قالب تلجي كده بيبقى فضيع كده خلاص خلصنا حلقة النهاردة حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا والمكونات كلها في البيت ويا رب تكون عجبتكو في أسوان الجميلة وجواها الطحفة ده ونصط طيبين انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية رجعنا بعد الفاصل هناخد بقى فن من فنون النوبة الأصيل هنا يكون معنا زهرة اللي هتقول لنا ازدي بترسم الحنة واسرار الحنة اللي البنات بيحبه قوي انها تطلع بقى احسن شكل وخصوصا دوع عروسه اهلا بك يا زهرة اهلا بي قول لنا بقى ايه بتعملي الحنة ازدي بنجيب الحنة هي بتكون ورق الشجرة هي بتكون شغرة من نقطة في من نهر الورق بنشوفه ونتحنوه وفي حاجة اسمعها محلبية وسورتية بديلنا عجن بيها وبنحط اللي اللمون عشان هي يغير في اللون يديكي كلها بتحط اللي محلبية وسورتية بيديكي لون غامق اه اسود ايوه عشان كده حنستغرب ليه الحنة عندنا بيبقلونها بني بيكون عندكو برطقاني اه عندنا بقى ايه عشان بنحط الحاجات دي بتغمق معنا وبنرسم بيبقى في الافراح العزة من العروسة ترسم ايديها وردليها وليها يوم مخصوص اه يعني اليوم كامل نرسم للعروسة والبناتها صحابها ايه التوكوس اللي بتعملوها للعروسة عشان تطلع يعني ليلة الحنة بتاعتها مميزة بشكل مميز كل بلد بيبقى ليها تقوس في ليلة الحنة انتو ليه ليلة الحنة عندكو تقوس بداية كويه ليلة الحنة بتبتدي من الصف عدري بنرسم لها ايديها ورجليها وجسمها كله لحد العصر بعد العصر بتلبس بقى الليلة النوجة يعني مثلا تلبس توب هندي اه احمر مدهب عشان هي يكون ان هي معروفة بالاحمر المدهب دي العروسة البنات اني معها ممكن يلبسوا حاجات سوريه يعني مثلا برضو توب مثلا يلبسوه بس ايه ما يكونش سوريه خالص زي العروسة هم واليوم بيخلص كده تاني يوم بقى بيكون ليلة الدخلة برضو اليوم بيعدي يعني نقعد نطبخ نعمل والعروسة تلبس الفسان اللابيض بتاعها الفرقة بتشتغل من الساعة 12 لحد بتاني يوم السبح هل المعود دي بتعمل اي حساسي للجلب او؟ في الاول كانوا بيستخدموا بيخط معنا صبغة وكسجين دي كانوا بتعمل حسيه احنا نفسنا واحنا انا دلوقتي برسم الحنة انا وبرسم لك برضو انا كمان بيعمل حسيه عشان كده منستخدمش هنا عماتا في موة منستخدمش المواتين بتبقى الحنة اللي هي الطبيعية الحق الربع ايوه طبيعية نشوف معانا دلوقتي رسومات كده للحنة ناموزك وهي بترسم وشغلة على الطبيعة ونرجع لكم بعد الفاصل انا كمان قررت بمنا اشوف موورة بنفسي علشان انا احشف نفس الموقف وليوع فيه كوري الجسد اللي ينزلوا في نابل وبيتخبوا بستور اللي ينزلها للموقع وبيجي يلاقي حاجة غير مطفقة تماما للوامة انا في الروما والدخوة المطبيعة وحقوق رأسنا مصداري والذي كل روم نرسلها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة